أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك ببرلين أن ألمانيا تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي قاعدة جيدة وأساسا جيدا جدا من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية السيدة بيربوك وفي ندوة صحفية عقدت تعقب أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي بين المغرب وألمانيا التي ترأستها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أبرزت وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ألمانيا وبحسب بلاغ مشترك قالت إنها تتابع عن كثب المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه أفريقيا لسيما المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ألمانيا شادت أيضا بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر فتاحا ودينامية